هل جايبين وعد معلم من حشب الاس عم يغني هما جايك يا زبن والله ماله محلس الشركة يقصم بالله و 90% يمكن للناس اللي على الكوكب الأرض مفهمان يلغته بعد مننا على بهاد شيكيري باريكادي ماريتانو ماريتانو مالبورو أحمد شمال أفريقيا راحت شمال أفريقيا عجيت شمال أفريقيا فتحت سيرفرات شمال أفريقيا مدري شو صار فيهاك شباكن يا جماعة الخير مشان الله سيرفرات شمال أفريقيا لح نحكي عنا هلأ بشكل مفصل ولح احكي لكم عن هاي الصورة طبعا هاي الصورة اللي انتشرت بكل الدنيا واجتني أنا شخصيا قالوا لي انه اجتنا سيرفرات شمال أفريقيا وشوف التسريب يا نيمو انت ما حكيت عن هذا الموضوع طبعا لح احكي لك أنا عن هذا الموضوع بس هلأ صفية هاي مشكلتك ازا انت بداك تسبق الوقت وما حتسمع الموضوع مضبوط وتفهم شو فكرة شمال أفريقيا وشو فكرة سيرفرات الجيم بشكل عام شلون بتخلق ومنها ينتجي هي مو عبارة عن شبكة انه هي خلاص يلا لعينا بالهوى سيرفر يلا نحط فاي اللعبة ويلا نفتح فورتنات عشان ما الافريقيا يصير بينجنا صفر مو هيك الموضوع يا شباب لا احكي لكم كل شي عن السيرفرات هلا بالنسبة لفورتنات والصورة الفكة اللي انتشرت بكل الدنيا وسكن فينوم سكن فينوم اللي هو من احلى الافلام اللي انتفرجت عليها بالنسبة الي سكن فينوم يا شباب قادم معنا اللعبة فورتنات ولكن في عيب بسيط صغير سقيل سخيف ما حتقدر تلعب فيه وبالنسبة للتحديث اللي جديد اللي قادم معنا اللي هو برقم اربطعش فاصلي خمسين اللي ان شاء الله اللي حيجي معه الفترة القادمة ونحكي لكم هلا شو صار فيهم بالنسبة لهذا السيزن والتحديثات اللي لسه تسربت معنا بفورتنات فاذا انت اول مرة عند تشاهد فيديو على القناة يا را تشارك تفعل زر الجرس تحط لايك توك 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 وانت حلو برأيك رأيك بيهمني جدا وكنت دعم بالقاتم شوني وانتسألو حابت دعمني فيه ويلا مع بعض ابل ما بلش المقطع تبعي واحكي عن السيرفرات بشكل اعام نحقلق على معلومة بسيطة انه تحت باليوتيوب هتلاقي ارقام وهتلاقي متل هيك اشياء مقسمة انك انت هون في موضوع السيرفر وهون في موضوع التحديث فانت لو مو حامل بتسمع موضوع السيرفر انتقل الموضوع التامي مباشرة انتبع التحديث تبع لانه الصراحة موضوع السيرفر هاد انا احطول فيه وحيحكي فيه كتير واشرحوا مزبوطا للصراحة الموضوع بداية جدا طبعا هي الصورة انتشرت معنا بكل الدنيا يلي هو تبع السيرفرات او تبعات الريجون بشكل عام طبعا متل مو شايفين انتو على اللي شمال موجود اميركا واوروبا وموجود اوكيانيا وموجود برازيل واسيا وكل شي موجود تنزل لتاحت بتلاقي شي باسم ساوت افريكا اللي هو شمال افريقيا هذا الموضوع يا شباب انتشر بشكل كبير وغير هيك كمان حاطين انه تحت انه ساوت افريكا شغال وليحنا باللوبي ووضع كل هاته تمام طبعا بعد الحملة اللي عملها كزا اليوتيوبر اللي هي عن سيرفرات شمال افريقيا اللي انا ما حكيت عليها بنوب لانه فعلا الموضوع كتير صعب انه ينحكي عليه ومو بها السهولة هي شركة بتفتح لك سيرفر بشمال افريقيا طبعا لحنا نحكي عن السيرفر هلا مبدعيا انه هي الصورة لح تكون الصورة فاك وغلط مية بالمية وبتمنى لو حدا حكا لك عن هذا الموضوع دي غري تبعت له هذا الفيديو طبعا مد المزارة امامكم هي هي صورة الخريطة هاي الخريطة يا شباب بكل اختصار السيرفرات الموجودة بالعالم طبعا بتلاقوا السيرفر اللي هو قريب على الخليج او لسعودية بشكل عام اللي هو برقم ثلاثة عليه السهم هاد هذا السيرفر اللي كان طبعا فتح من فترة بسيطة يعني ما صل له سنين فتح من سنة تقريبا هيك شي انا بتذكر المهم مو هي السنة اللي كبيرة او المسافة اللي كبيرة اللي فتح فيها السيرفر او الوقت اللي كبير طبعا هادا السيرفر فتح لانه شركة امازون بذات نفسها طبعا امازون اللي ببي عارفها انه معروفة عالميا عندها سيرفرات وعندها خدمات امازون وعندها وعندها يعني تقريبا يعني اغنى رجل بالعالم بيملكها كل شي امازون هي كل شي بالعالم بالانترنت طبعا امازون فتحة هذا السيرفر بالبحرين ام راحت شركة فورتنايت او ايبك جيمز بشكل عام راحت شركة ايبك جيمز فاتت على خوادم السيرفرات تبع امازون وارتلون انا لح استأجر من عنكن سيرفر خاص بلاعبة فورتنايت يعني لما الناس تفتح فورتنايت هتلاقي السيرفر او الخادمة اللي بيوصلها بين اللاعبين التانيات قريبة عليهم اللي هو بالميدل ايس يعني انت عندك محل اجي تأجرت هذا المحل ام اجي هذا الشخص فتح هذا المحل صار يبيع فيه شغلات فورتنايت متل هذا الموضوع بالضبط ب بسط لكم الموضوع. طبعا لما انت تجي تطلع على شمال افريقيا ما في ولا اي سيرفر ما في اي شي شمال افريقيا فاضية يعني صحاري تقريبا بالنسبة للسيرفرات انا اصلي مو اصلي شي عالدول انا طبعا ما فيها سيرفرات بتجي تطلع بافريقيا تحت بتلاقي فيه جنوب افريقيا طبعا هادا الشي يا شباب بدلع على السيرفر الجديد اللي ينزلوه من فترة كمان حقوا عليه انه لح ينزلوا بسيرفرات بافريقيا وفعلا ظهر معنا بملفات اللعبة سيرفرات افريقية. ولكن كانت جنوب افريقيا وليس شمال افريقيا. يعني الناس اللي ساكنة بالجهة الفوانية اللي هي من منطقة افريقيا من فوق ما حتستفادش. وهي السيرفرات كلها يعتلى ظاهرة امامك. كلها يعتلى باميركا. باميركا تقريبا في ما يقارب ست سبع سيرفرات. لانه اصلا امازون اميركي تقريبا. وباوروبا مليان. ومدري وين مليان. والصين مليان. وباليابان مليان. بكل الدنيا مليان. ما على شمال افريقيا. وروسيا ما بتلاقي فيها سيرفرات. روسيا بتلعب على السيرفر الاوروبي. هاد اوي موضوع السيرفرات يا شباب. هاي الصورة انتشرت وكانت كذب مية بالمية. شو اللي اول ناس طيب تحكي عن هذا الموضوع تحكي عن موضوع السيرفرات. واو قلبهم انه هنين يحكوا انه فعلا ايجانا سيرفر ع شمال افريقيا. هاي الصورة اللي زارة امامكم. كلها تبتدى من هاي الصورة. هاي الصورة نزلتها على الديسكورد تبع فورتنايت او تبع يعني. المهم الموضوع كان انه في تجربة لسيرفر خاص. السيرفر الخاص هاد مكتوب في اختصار لرمز. يلي هو ال يو ان دي. معناتها انه غير معروف. شركة ابيك جيمز مشفر هاد السيرفر. وهذا السيرفر ما هيكون سيرفر لجنوب افريقيا او شمال افريقيا او لكوكب المريخ او لزحل. هادا الموضوع يا شباب اللي هو السيرفر المخفي هادا اللي خافيته شركة ابيك جيمز بكود يو ان دي. هذا السيرفر يا شباب عبارة عن مساعدة للسيرفرات التانية يعني لحي يكون عم يخفف عبق عن السيرفرات التانية يعني مثلا بالبحرين بالبحرين بش بتطلع هيك ما بتلاقي غير سيرفر واحد هذا السيرفر عم ملعب عليه سعودية مثلا دبي العراق خليج بشكل عام يعني اكتر مسلا من شيء 10 دول انا هيك بعرف انه العراق بلعب عليه كمان يعني تقريبا فول 10 دول عم ملعب عليه فطبعا اللاعبين لو عدوا ارقام خيالية وارقام فلكية مثلا لو كانوا اللاعبين مثلا مليونين 3 4 5 10 مليون لاعب عم يلعبوا على هذا السيرفر بنسل الوقت هذا السيرفر طبعا اللي حينهلك ولحينشل بشكل عام فمشان هيك بنزلوا سيرفرات مساعدة انا هيك حكيت عن موضوع السيرفرات بعرف طولت فيه بس مشان الله فهموا شو الموضوع مضبوط ومشان الناس ما تحكي عن هذا الموضوع والمشكلة الناس اللي عم تبعت لي هذه الصورة كلها يعني بتتابعني وتحكي معي عن الديسكورت وبناخده بنعطي مع بعض فما بعرف ليش الناس سديت هذا الموضوع بها السرعة هي هذا هو موضوع السيرفر يا شباب السيرفر ما بيلطقت من الهواء او عبارة عن انك تحفر بالارض وتحط سيرفر وخلص الموضوع السيرفر لازم امازون تكون فاتح سيرفرات الشركة تانية تكون فاتح سيرفرات شركة تستأجر منهم وتفتح السيرفر وتخلي الناس العفي بكل بساطة طبعا على حلول عام 2021 عم نحكي بعض الاشاعات انه اللي حكون في سيرفرات ان شاء الله لامازون بدولة مصر او المغرب او الجزائر باحد هدول الدول بس البنية التحتية به هدول تتلت دول مع الاسف ما بتساعد شركة امازون شركة امازون مالا مضطرة تفتح سيرفر اهنيك وتدفع مصاري بلاوي كتير اخر شي تكون البنية التحتية ازبالي ويوصل عندك البنك نفس الشي ستين هذا الشي مو بسبب البنك او السيرفر بسبب البنية التحتية تبع اللي بلا بعتزن عن موضوع البنية التحتية وهيك مسبالة ولكن هي الحقيقة مع الاسف وخلينا ننتقل للموضوع التاني طولت بالموضوع دا ولكن خلينا ننتقل بموضوع التاني ولكن بس حبيت فهمكم الموضوع صح الموضوع التاني اللي هو سكين فينوم سكين فينوم يعني شباب تأكد معنا بشكل رسمي تقريبا مليون بالمئة انه راح يجي معنا لعبة فورتنات طبعا عدد سكين فينوم انا بداية المقطع اقول لكم من احلى الافلام اللي انا حبيتها ومن احلى الاشياء اللي انا تفرجت عليها بعالم بشكل عام ولكن في عيب واحد اللي انا اللي حيخليني ما هيشتري هادا لو بيكون باربعمائة او خمسمائة في باكس الموضوع بك الاختصار انه بعد ما تسرب موضوع فينوم تسرب معه اشكال ما حادر اعرض لكم ياها بالفيديو هيك لحيكون تقريبا شكل تصميم من داخل اللعبة هذا تصميم من داخل يعني تصميم الناس هو مصممته مو من داخل اللعبة مأكد فاني من داخل اللعبة ما حيقدر اعرض لكم ياه طبعا هادا الشي هيك لحيكون شكل طب شو العيب الوحيد يا نيمو اللي انت حكيت عليه بالنسبة لهذا العيب الوحيد اللي انا حكيت فيه انه هو لحيكون شكله متل شكن بروتوس بالزبط طبعا كل الاتكم تعرفوا من كان من اسوأ معنا اللي هي بقائمة هادا كان من اسوأ الاشياء اللي حصلت معنا بلعبة لانه السكن فعليا ضخم جدا ومو حلو بنوب لانه انت لما تجي تلعب بسكن ضخم سواء كنت لعب ما حتقدر تلعب بهذا السكن لانك انت فعليا ما حتشوف شي منه متل السكن الموزة مستحيل تشوف شي منه فهذا العيب الوحيد تبع سكن فينوم ولكن سكن فينوم قادم معنا لبيت فورتنات بشكل مؤكد وبالنسبة للتحديث الاخير اللي هو 14.50 اللي هادا التحديث صفيان بقى للسيزن تبعنا ليخص ان شاء الله 30 يوم طبعا هادا التحديث اللي هو برقم 14.50 في بعد منه تحديث قادم معنا ان شاء الله هادا التحديث اتثبت ع سيرفرات اللعبة وصار جاهز لاطلاق لللاعبين طبعا شركة ايبك جيمز اختبرته والمصممين اختبروا وكل شي الوضع تمام وجاهز السيرفر لحتى ياطلق هادا التحديث هذا التحديث سيطلق معنا خلال الأسبوع القادم سيطلع معنا هذا الأسبوع هذا التحديث فبدأ رأيك بالتعليقات انت ممكن ينزل هذا التحديث وانت ممكن يصير معنا هذا التحديث هذا التحديث قادم معنا الأسبوع الجاية سيكون حجمه متوسط لا عالي ولا قليل حسب كلام المسرمين هذا هو بالنسبة للمقطع انا طولت بموضوع السيرفر شمال افريقيا معتزن عن هذا الموضوع ولكن حبيت تفهمكم الموضوع صح ومية بالمية بشان ما يكون عنكن اي مشاكل بالنسبة لهيك قصاص وما تنخدوا مع الاسف من الناس اللي عم تنشر هيك شغلة كنت دعم بالقاتل بشبني متسعة وشكرا لكم زيكملت المقطع الاخر وبرعاية الله موسيقى